انا ايه والف الف مبروكة كريم والف الف مبروكة كابتن طاري ببارك لك كابتن اسلام وبرك لكل مشاهدين وامتبعين وكل جمهور النادي الاهلي نجوم الستوى التحليل مبرأة اكثر من رائع النهاردة يمكن شفنا الانكار الزيت وشفنا التضحيات الكبيرة جدا كل اللعيبة النهاردة كالعادة كانت على قلب رجل واحد لكن معي طبعا كابتن طاري سليمان مضرب حراسة المرمى كابتن طاري الف مبروك النهاردة مباراة تم تحضيرليها نفسيا بشكل مميز جدا على حراسة المرمى بالتحديد عايز تكلم على الشناوي اكيد الشناوي يمكن التضحيات بانت النهاردة كل اللعيب النهاردة كانت على قدر مسؤولية متشوف النهاردة الفوز ازاي وعايز اتكلم على الشناوي بالتحديد كابتن اضط والله بقول الحمد للال sangat والم السلم على كابتن اسلام وضيفه اللي ماهي في الستوديو أو في ملعب الاهلي يعني بقول الحمد لله رب يعلمي على المكسب صعب مرات صعبة يتعلين طبعا بعد فسرتين مكسرة من سيمبا وبعدين فيتا كلاب ولكن الحمد لله النهاردة اللعبة كلها مركزة من أول ما جئنا لم أحنا جئين بأننا يومين هنا وبأننا يعني داخلين في ثلاثة أيام يعني اللعبة كلها مركزة واللعبة كلها النهاردة ما شاء الله يعني زي ما أنت أولت كده كان فيه إنكر للزات وكان فيه تضحية في حاجات كتير والحمد لله في الآخر ربنا أكرمنا بأداء كويس وبنتيجة كبيرة ثلاثة صفة بنتيجة كبيرة لابا كلها يعني في مكاسي كتير كان عندنا خمسة عندهم تعرف عندهم إنزارات فأي اللعب كان ياخد إنزار كان ممكن يتوقف المبرارة اللي جاء الحمد لله برضو إنزار كل إنزارات هتتشالي إن شاء الله برضو فالحمد لله الشناو طبعا وعلي يعني عايز برضو أأكد أن عالي النهاردة يعني هو يعرف أنه مش هيلعب الصبح النهاردة بعد ما خدنا قرار إن الشناو هيلعب مع مستر لسارتي وروح تعدت معه وكلمت وولد ما شاء الله يعني ولد محترم ومؤدي وتمره بشكل كويس جدا قلت له عالي أنت يعني لعبت المبرارة الأخيرة ورغم إن إحنا خسرنا المبرارة عملنا مبرارة كويسة وقدنا بشكل كويس فانه أخد كمان تشكيلة الجولة الخمسة فعالي ما شاء الله يقول كويس والنوعية اللي نحن في النادي الآية تحب تبقى موجودة في النادي الآية فقلت له مش معنى أنه أنت ما بتلعبش النهاردة أنه لا أنت الراجل مقايم حتى الراجل في مطمر الصحفي كمان مبارح يكلم عنه بشكل كويس فالحمد لله الشناوي يعني مش عايز أقول إنه هو سليم ولكن الحمد لله يعني لو فيه يعني أنا ما خطرناش بالشناوي لا ما خطرناش بيه هو طبعا أنكر رجله طبعا يعني مش سليم بنزل 2% ولكن الحمد لله يعني من خلال طبعا الدكتور خالد ومن خلال طبعا الطاقم الطب بتاعنا إن إحنا قال إنه ممكن إن الشناوي يلعب ويعني بمساكن خفيف كده ممكن يلعب الحمد لله يعني ان بارح وانزل التمرين مع ايا. خدنا كرات عرضي كتير خدنا شوتنج cha 18 عملنا حاجات كتير اللى الحاجات الي فيها الى داء الحركي السريع او تغيير الاتجاهات. فادأها بشكل كويس. فانو اضل الحمد لله الام كان الحاجات الي جاته مش كتير بس嗝 يعني خادك الصوبة الي صوعبо على عرج ماهم انه صحبえてه بشكل كويس في واحده فى الشوت الثاني باردو. يعني الحاجات الي جاته الخفيفة ولكن الحمد لله برضو ضحى بشكل كويس والحمد لله. موسيقى كل المنشاط اللي جايب فجمهور النادي الأهلي ده عامل مهم جداً لنا كلعيبة وكجهاز وكماجلس إدارة بيدي باور بشكل مش طبيعي اللعيب حتى لو بيكسل شوية وبيهمد شوية بسليك جمهور بيقوم اللعيبة تاني وفوق اللعيبة تاني فده ظهر في المباراة كان فيها أفضلات كبسيطة اللعيبة بتبدأ تهدى شوية بسليك جمهور بيفوقها ويقومها تاني وده شفناه النهاردة فجمهور النادي الأهلي ده جمهور عظيم وجمهور يعني بصراحة يعني كل اللعيبة وحتى النهاردة حتى بعد المباراة شوفتوا بنادي للشناوي وبينادي العلي لقص في بداية المباراة كل الحاجات بتدي حافز كبير جداً للعيب فالحمد لله بقول لهم متشكرين النهاردة وأتمنى إن شاء الله للفترة اللي جاتب وكونوا موجودين معنا في الاستادي إن شاء الله شكراً يا كريم شكراً من بركة كيدة كابتن إسلام كل اللعيبة وكل الجهاز الفني مباراة كانت أكثر من رائعة الفريق النادي الأهلي زي ما أكدنا قول ده ومراوان وممكن رمضان كمان كل اللي عنده كدمة واللي عنده كرمب بسيط جداً لكن مباراة كانت لا تقبل القسم على 2-3 نقاط كانوا مهمين جداً وبالفعل النادي الأهلي قدر يحقق هذه النقاط ويصعد إلى الأدوار القادمة في قلبة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله لسه المشوار طويل لكابتن إسلام وزي ما أكد كابتن طارق ولسه كمان يكون لنا القاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز لسه نادي الأهلي محقاش حاجة لكن في الوقت المطلوب النادي الأهلي قدر بالفعل إن هو يصعد لي الدور ربع النهاي بمبارك من جديد للنادي الأهلي ومستمرين معاكم مع كل جمهورنا من استاد برج العرب ولقاءات خاصة عقب الفوزة كبيرة على نادي شبيب تصورة جزائي تمام كريم بس نعيزك أهم حاجة تعرف لنا أخبار تعرف لنا أخبار أيمن أنشرف إيه وأخبار مروان